في عمق الصحراء العربية ينام سر غامض ينتظر من يكتشفه بين الكثبان الروملية تختبئ مدينة مداء صالح مدينة الموتى التي تحمل في طياتها تاريخا عريقا هذه ليست مجرد مقابر بسيطة بل هي مقابر ضخمة من حوة مباشرة في منحدرات الحجر الروملي تعكس براعة فنانيها تقف هذه المقابر كشهود صامتين على حضارة مفقودة تروي قصة من الماضي هذه هي قصة الأنباط شعب التجاري قوي حكم هذه الأراضي منذ قرون وترك بصماته في كل زاوية كانت مدائن صالح تعرف باسم الحجر وكانت مدينة مزدهرة تعج بالحياة والنشاط سيطر الأنباط على طرق تجارة البخور الحيوية مما جعلهم قوة اقتصادية لا يستهان بها تدفق اللبان والمر عبر الحجر مما جلب الثروة هائلة انعكست في كل جانب من جوانب حياتهم تنعكس هذه الثروة في فخامة مقابرهم التي تدهش كل من يراها كل منها تحفة فنية وهندسية تبرز مهاراتهم وإبداعهم كان الأنباط ساد إدارة المياه حيث تفوقوا في هذا المجال لقد نجوا وازدهروا في الصحراء القاسية بفضل تقنياتهم المتقدمة قاموا بنحت أنظمة معقدة من القنوات والخزانات لتأمين المياه جمعت هذه الأنظمة مياه الأمطار الثمينة وخزنتها مما ساعدهم على البقاء مكنهم هذا الإبداع من بناء مدينتهم في هذه البيئة القاسية وتحقيق ازدهار لا مثيل له قصة مدائن صالح هي قصة طموح وفن وفي النهاية هجران تثير الفضول والتساؤلات انضموا إلي ونحن نكشف أسرار هذه المدينة المفقودة ونستعيد مجدها دعونا نستكشف عجائب حضارة ضاعت في رمال الزمن ونكتشف ما تخبئه لنا التجول في مدائن صالح يشبه العودة بالزمن إلى الوراء حيث يمكن للمرء أن يشعر بعبق التاريخ في كل زاوية تقف المقابر في صفوف صامثة واجهاتها مزينة بنقوش معقدة تروي قصصا من الماضي البعيد كل منها فريد من نوعه يعكس ثراء ومكانة صاحبه ويظهر براعة الحرفيين الذين صنعوها تتميز بعضها بأعمدة شاهقة وزخارف رائعة بينما البعض الآخر أبسط لكنه ليس أقل الإثارة للإعجاب بل يحمل سحره الخاص انظروا عن كثب وسترون مزيجا من الأساليب المعمارية التي تعكس تأثيرات متعددة تأثر الأنباط بالمصريين والإغريق والرومان مما أضاف عمقا وتنوعا إلى تصاميمهم خلق هذا المزيج من الثقافات أسلوبا معماريا فريدا من نوعه جميل وغامض في آن واحد يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم لاحظوا التيجان المصرية المستوحات من طراز الكافيتو والعواصم ذات التأثير اليوناني التي تضيف لمسة من العظمة تهمس هذه التفاصيل بحكايات حضارة على مفترق طرق العالم حيث تلتقي الثقافات وتتداخل إن التصميمات الداخلية للمقابر لا تقل إثارة للإعجاب عن واجهاتها فهي تعكس نفس القدر من الاهتمام بالتفاصيل يتميز العديد منها بغرف متعددة مصممة لإيواء الموتى وعائلاتهم إلى الأبد مما يعكس أهمية الأسرة في تلك الثقافة بعض الغرف عارية بينما زينت أخرى بمقاعد ومنافذ مما يشير إلى طقوس ومعتقدات الأنباط التي كانت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم إن هندسة مدائن صالح ليست مجرد إرضاء بصرياً بل هي أيضاً دراسة في البراعة المروسية إنها شهادة على مهارة وبراعة الشعب النبطي الذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات العظيمة لقد قاموا بنحة هذه الهياكل الرائعة مباشرة في منحدرات الحجر الرملي باستخدام أدوات بسيطة وفهمهم العميق للطبيعة مما يجعلها إنجازاً هندسياً رائعاً لم يكن الأنباط مجرد بنائين مهرة بل كانوا أيضاً مهندسين مببدعين بل كانوا أيضاً تجاراً ودبلوماسيين بارعين يتقنون فنون التجارة والتفاوض لقد سيطروا على طرق تجارة البخور المربحة التي ربطت شبه الجزيرة العربية بالعالم المتوسطي مما جعلهم قوة تجارية لا يستهان بها جلب لهم هذا الموقع الاستراتيجي ثروة ونفوذاً كبيرين مما ساعدهم على بناء حضارة مزدهرة لقد كانوا شعباً متسامحاً يرحبون بالتجار والمسافرين من مختلف الثقافات مما عزز التبادل الثقافي تبنوا وعدلوا عناصر من حضارات أخرى مما خلق هويتهم الفريدة والمتميزة ينعاكس هذا الانفتاح في فنهم ولغتهم وممارساتهم الدينية التي كانت مزيجاً من التأثيرات المختلفة لم يترك الأنباط وراءهم مقابر فحسب بل تركوا إرثاً من الابتكار والتبادل الثقافي الذي أثر الحضارات المجاورة لعبت أنظمة إدارة المياه المتطورة الخاصة بهم وأبجذيتهم الفريدة ومساهماتهم في تطوير طرق التجارة دوراً حيوياً في تشكيل العالم القديم مما جعلهم رواداً في مجالات متعددة على الرغم من أن مملكتهم سقطت في النهاية إلا أن أصداء إنجازاتهم لا تزال تتردد في رياح الصحراء تذكرنا بعظمتهم تقف مدائن صالح شهادة على براعتهم وبوابة لفهم عالمهم الرائع الذي لا يزال يذهش العلماء والزوار حتى اليوم